اشتركوا في القناة وتوافق وطني حول الإجراءات الواجب اتخاذها وأن لا يكون هناك مس بالحقوق المكتسبة أو ضرب استقرار الاجتماع والمعيشة لذويء الدخل المحدود دون أن يكون هناك نوع من التنافس على الشعبوية بالرداء على مؤربة موضوعية للموضوع الاقتصادي الصعب والدقيق وانقاذ البلد من خلال إجراءات ما تكون على حساب الاستقرار المعيشة لأصحاب الدخل المحدود مصادر نيابية أكدت لتليفزيون نشرة أنه فيه ثلاث إجراءات إنقاذية حتخذها لحكومة هي ضبط تفاقم المديونية وتخفيض خدمة الدين العام تخفيض عجل الموازنة حوالي 800 مليار ليرا لبنانية وإجراء إصلاحات لتخفيض النفقات العامة ورغم تأكيد المصادر أنه بالرئة صار على أنه ما تتضمن هالإجراءات تزياد الدراية بعد طبقات الفقيرة لفتت إلى أنه الإجراءات ممكن تكون غير شعبوية وبتتضمن تخفيض التقديمات الإضافية وبتجذر الإشارة إلى أنه خبراء اقتصاديين تخوفوا من أن تكون دولة عم تتجه لأنقاذ حالة مالياً عن طريق زيادة الضرائب المرتبطة بالمحروقات 5000 ليرا وزيادة الضريبة على إيم المضافة لتصير 15% وزيادة على تسجيل عقارة وهي دي كلها شروط حتى مؤتمر سادر وكانت ضمن توصيات شركة مكنزي لا تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك